ما من بلد في العالم يقف على حفة الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب الأوضاع النفسية لجنوده ومواطنيه مثل إسرائيل نظريا تبدو قوة الاحتلال متفوقة عسكريا فيتمتلك أفضل المعدات وأعتى الأسلحة حتى بات بوسعها أن تقتل عشرات الآلاف من الضحايا وتهدم منازل فوق رؤوسهم وتمارس كل أنماط التجويع والحرمان ضد الفلسطينيين مما يقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بالقول إن النصر بات في متناول اليد ما هو في متناول اليد بالفعل هو كارثة نفسية تهز عرش النصر الموعود قناة كان الإسرائيلية نقلت مؤخرا عن شعبة التأهيل في وزارة الأمن القول إن عدد الجنود الذين أصيبوا وتلقوا علاجا بسبب الحرب على غزة بلغ سبعة آلاف ومئتين جندي ثلاثون بالمئة منهم مصابون بأعراض نفسية هذا الرقم لا يعكس الواقع هيئة البث الإسرائيلية نقلت في آخر ديسمبر الماضي عن منتدى مدير مستشفيات الأمراض النفسية في إسرائيل رسالة تشير إلى ارتفاع معدلة الإصابة بالأمراض العقلية وزيادة حالات الانتحار في حالات الطوارئ في المستشفيات بطريقة غير إنسانية الرسالة ذكرت أيضا أن أحداث السابع من أكتوبر ستضيف لمن يحتاجون إلى العلاج النفسي ثلاثمائة ألف شخص جديد ووصفت النظام الصحي في إسرائيل بأنه في حالة انهيار كامل ويعالج قسم إعادة التأهيل اليوم 62 ألف معوق من الجيش الإسرائيلي وفق تقرير وزارة الأمن فمن المتوقع أن يعالج القسم حتى نهاية العام الحالي نحو 78 ألف معوق من الجيش لجنة المراقبة في الكنيست حصلت على تأكيدات بأن هناك خمسين إسرائيليا انتحروا رغم أنهم نجوا من أحداث السابع من أكتوبر بعض الجنود تنتابهم الكوابيس واحد منهم على الأقل أطلق النار على زملائه ويعاني بعضهم من التبول من شدة الخوف أثناء قيامهم بدوريات والنصر لم يأتي بعد ولكن أتى موعد الشفاء من مرض البحث عنه وسط الضمار والجثث ترجمة نانسي قنقر